طيب أروح بسرعة لزميري شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي في تدريب أهلا بكم من جديد والفقرة الحوارية الأولى من برنامج الأهلي الليلة واللي بيشارفنا فيها نجم كبير قدر الإمكانة نحاول نستفيد برأي والفني في البطولة الإفريقية في المنتخبات الإفريقية بطولة فيها تفاصيل كثيرة جدا نتائج فيها مفاجأة وفيها مش مفاجأة منتخبات أظهرت كده الكارت الأحمر لكل الفرق بداية من بدري وواضح أنها داخل على البطولة بكل قوة منتخب المغربي إذا أقول لكم من شوية فاز بالتراتة مباريات تسع نقاط وداخل بقوة في البطولة الإفريقية وعيدا المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني هنشوف المرحلة القادمة إزاي هتبقى في البطولة الإفريقية لكن في البداية بيشرفنا وبينورنا في هذه الفقرة صاحب بيت مش أقول ضيفي لأن كابتر رمضان السيد أحد نجوم النادي الأهل وصاحب العلامات التدريبية في القرى المصرية سواء في الدرجة الأولى في الدور الممتاز أو حتى في الممتاز به كابتر رمضان منورنا ومشرفنا ربنا يخليك محمد أهلا وسهلا بيك الله يخليك محمد البطولة الإفريقية أولا رأي كيف البطولة بشكل عام قبل ما نخلش على منتخبنا الوطني البطولة هل البطولة قوية زيادة المنتخبات الأربعة وعشرين منتخب أفادت البطولة الإفريقية ولا المستوى شايفه إزاي لا طبعا أنا في رأيي أن الزيادة دي كانت مضرة جدا للمستوى الفني الحقيقة لأنك إنت لما كنت بتبدأ من دور الستاشر أعتقد المنافسات قوية جدا جدا المبارات كلها بتحب تشوفها المبارات بقى فيها متعة المبارات اللي فيها متعة وليلة جدا في الأدوار التمهدية الحقيقة لأن العدد صعب جدا إنك تروح للأربعة وعشرين طيب من المنتخب بالنسبة لك في الفترة الحالية عام المفاجئة يعني أنا فيه فرق الحقيقة زي ما أنت قلت اللي وقت في المقدمة الحقيقة محمد يعني قدمت نفسها بشكل قوي جدا جدا بشكل محترم جدا جدا لما نقول جزائر تقول مغرب تقول مالي الفرق دي كاميرون فيه فرق قدمت نفسها بشكل قوي وبتقول إن إحنا جايين مش جايين تمثيل مشرف لا إحنا جايين نعم على البطولة أعتقد وأداءهم يدل على كده أنا الجزائر الحقيقة يمكن في السنين اللي فاتت يا محمد كانوا لعباء المحترفة الحقيقة كان بيجوا بيقضوا واجب يتلاقيهم مثلا نلعبوا مباراتين تلاتة في التمهيد كده ويدوك مباراة تأديت واجب بس ويمشوا لا معهم الحقيقة جمال المدير الفني بتاعهم الحقيقة يعني لأول مرة من فترة كبيرة جدا أحس إن تيمي الجزائر بيلعب روح عالية جدا بيلعب بقلب بيلعب بشراصة في النواحة اللجومية وفي النواحة الدفاعية تحس إن فيرء كورة من أول ما الحكم بيصفر لغاية ما الحكم بينهي المباراة هم متواجدين جوة الملعب منتهى الشراسة ومنتهى التركيز وفيه كورة بقى كمان يعني أنا كمان مش روح وقلب وبس لا وفيه كورة فيه جماعية فيه النواحة اللجومية فيه جماعية في النواحة الدفاعية إزاي بتضغطوا المغرب نفس الحكاية تيمتقيل قوي 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 الحقيقة وبرضو نفس الحكاية يعني حتة الأداء بتاعهم الجماعي وإزا كان فيه النواحة دفاعية أو فيه نواحة اللجومية واضح جدا جدا واضح طبعا. وفي فرق طبعا يعني بعيدة الحقيقة. من ضمنهم للأسف الشديد منتخب مصر. طبعا ان احنا عاملين العلامة الكاملة. ويمكن انا يعني الحقيقة بختلف مع ناس كتير جدا. ان مش مش معنى ان انا عامل العلامة الكاملة. ان انا بقدي بشكل كويس. احنا يعني انا في رأيي ان دي من اقل البطولات الافريقية ان احنا بنقدي فيها. منتخب مصر بيقدي. مستوى طبعا. لا. مستوى بعيد. خالص خالص. يعني انت اه الحقيقة من الاختيارات يا محمد. يعني يمكن انا في في احد البرامج قلت. قلت انا انا كمدير فني. محبش اتكلم اقول مثلا ان مجل الصدارة اه يتدخل في شغلي. ده انا قلت لا الاختيارات يا جماعة. اه مستر اجيري والجهاز المعاون اختروها الحقيقة. لا قايمة قد صعبة جدا جدا جدا. وقلنا كده قبل المبارات ما تتلعب. ما تشوف اوك اتواضحة اوك. واضحة. يعني مش مسلا بنقول مسلا بعد ما شوفنا. لا ده احنا قلنا كده قبل المبارات ما بتلعب. درجة ان انا قلت ايه? قلت انا بطالب اتحاد الكورة ان يتدخل في الاختيارات دي. ينقزنا. ينقز منتخب مصر واسم منتخب مصر الحقيقة. صح. لان انت النهاردة اه بعد ما كمان الاختيارات بقى او المنتخب لعب ثلاث مباريات. انت معندكش دكة برا. تخيل انت معندكش تغييرات برا تعملها. اي اختيارات دي. عندك مسلا ناس بتلعب جوه الحداشر. مفروض ما تجيش. مش تخش الحداشر. يعني مع احترامي. فيه لعيبة جوه الحداشر. مفروض ما يلعبوش. ما يجوش منتخب. فلا. يعني احنا انا بقول اه رغم ان احنا اه تسع بانتو. لكن ده انت. وكلين شيت. اه وكلين شيت وكل حاجة. لكن الامور صعبة. صعبة جدا جدا في الادوار اللي جاية. انت ممكن مسلا دور الستاشر لانك انت هتلاعب تالت. المجموعة التالتة او الرابعة. مش عايز اتطح لغاية دلوقتي. اه لغاية دلوقتي. مش 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 عافين. مش هو كان. يعني مش منتخبه بربعة نقطة. كان النهاردة بس لو جنوب افريقيا كان عمل تعادل مع مع المغرب. كان احنا كان هو ده اللي كان هاللعب. لان كينيا صعب تعمل نتيجة جابية مع السنغال. طبعا. طبعا. لان السنغال ما معندهاش بدايل. لازم تكسر. السنغال لو ما كذبتش هتبقى خطورة. اه. فهو مش مش معروف احنا اللعب مين. لكن انا بتكلم حتى انت لو عديت حتى دور الستاشر الحقيقة. بصورة تبدأ من دور التمانية. بالزبط كده. هتلاقي بقى دور التمانية ما فيهاش ظهر دور التمانية. الفريق اللي هو اتعدي صح. الفريق اللي عمل تكوين صح للمنتخب بتاعه. الفريق اللي بيقدي كرة جماعية في النواحة الدفاعية والنواحة اللجومية. هو ده الفريق. الفرق اللي هتكمل. احنا ممكن ديكون الكرة خدمتنا الحقيقة. انا فراء ايه كرة خدمتنا في مباريات. طيب. قبل ما نخش بتفاصيل المباريات اللي جاية. اه. لو بتقيم التلات مباريات. ايه الشيء الايجابي اللي ممكن يكون زار في المنتخب وكابتن رمضان شافه. وحط آآ خط جده تحت سطر. القرات الصنعية. هل الهجمة المرتدة? هل القرات العرضية مركزات? احنا احنا يعني كل الحاجات اللي انت بتقولها دي يا محمد مش موجودة. يعني انت انت فيه مسلا تقول لما تتكلم على ايجابيات انا بتكلم ايجابيات ترزيجيه. ولما بيربط مع محمد صلاح. والربط اللي بيربطه ترزيجيه مع محمد صلاح ربط بينهم هما الاتنين. اه. مش ربط مدعم مدير فني. مش انا بشتغل مسلا من الاجناب بشغل جماعي. مش بشتغل مسلا من العمق باخترك من العمق. ازاي بربط في العمق? لا ده انت لعتك بعيدة خالص. ده انت مفروض مسلا عبدالله سيه مسلا عبدالله السعيد. اللي هو المفروض بتحكم في رتم اللعب. آآ آآ عبدالله السعيد بتحرك في تلاتين يارضة. يعني يا دوبك عشرين يارضة آآ قبل المدافعين. وعشرين يارضة قبل المهاجمين. او عشر ديات خمس شهر يارضة قبل المهاجمين. المساحة دي ما بيقدرش ان هو يوصلك الحاجات اللي هو كان بيعرف يشتغل بيها. الحاجات البينية. الحاجات اللي بيشتغالها على صلاح. الحاجات اللي بيشتغالها على ترزيجيه. الحاجات اللي هو بيعمل فيها مساندات هجومية. موضوع ما هي المشكلة في إيه؟ عشان كده أنا قلت لك يا محمد في الداية كلامي إن الاختائرات كلها يعني أنا أقول لك حاجة يعني أنت النهاردة لو أنت عندك في الدكة بتاعتك مش هقول لك في جوة الحضاشر هو الطبيعي إنك ممكن يبقوا جوة الحضاشر لو عندك رمضان صبحي وكهرباء وقاعدين معاك وبتلعبهم نص ساعة هيصنعوا الفارق هيعرفوا يصنعوا الفارق في نص ساعة اللي اتنين عندهم مهارة عالية جدا جدا اللي اتنين عندهم سرعات وأقوية في الالتحامات وأقوية في ارتداد لا يعني عشان كده أنا بقول لك يعني أنت بتتكلم مثلا على عبدالله السعيد الهدية أنت التلات مرات فيه تفوق عليك في الأداء إذا كان دفعيا أو هجوميا إحنا ترزيجيوي بيوفق في المباراة مخاطف حاجة أو صانع جول محمد صلاح طبعا يعني في وسط ما إحنا المباراة مباراة وإحنا مضغوطين وإحنا يعني مش عارفين نتنفس حتى أول أتاج بأول هجمة بأول تزديدة آآ آآ يعني الكرة سابتة هو خلاصها لك يعني يعني لكن غير كده قل لي كده إحنا الشكل اللي هو فيه ربط في التلاتي الهجومي ما بين مثلا راس الحربة مراوان ولا كوكا ولا مش عارف مين بين عبدالله السعيد مثلا ولا عبدالله السعيد مع صلاح أو عبدالله السعيد مع ترزيجيوي الوحيد الوحيدين بس الوحيدين اللي ربطين مع بعض وربطين مع بعض بشكل كويس قوي على فترات كمان ترزيجيوي ومحمد صلاح بالضبط لكن غير كده لأ هل طريقة اللي هي بتظلم مراوان محسن؟ لأن الناس كلها بتهاجم راس الحربة لو بصيت على المبارات كاملة يا كابتن رمضان ما فيش كرة أصلا بتوصل لراس الحربة هي ما فيش كرة بتوصل وما فيش زيادة عددية بتتعامل من نصف الملعب الطبيعي أن أنت بتهاجم بمحمد صلاح وبتهاجم بترزيجيوي وبتهاجم براس الحرب بزيادة مراوان وبتهاجم بعبدالله السعيد عبدالله السعيد لازم يخش التمنتاشر ولازم يصنع عدافه لا بكله على الأطراف على فكرة بالضبط فبالتالي إحنا ما فيش كرات يعني أنت بتكلم مثلا على الكرات العرضية اللي فيها مثلا ممكن يكون مراوان مميز فيها ما فيش حاجات عرضية بتتلاعب حتى الكرات العرضية بتتلاعب بشكل زكات على الأرض أو بعيدة فكمان الاتنين الدفندر اللي موجودين إذا كان النيني أو طريق حامد المفروض إن طريق حامد سابت والنيني بيعمل مساندة هجومية لا ده ما بيحصلش فبالتالي أنت على طول أنت عندك نقص عددي في التلتي الهجومي يعني يدوك بتروح مثلا ترزجي وصلاح ترزجي مثلا ومروان محمد صلاح ومروان لكن غير كده المرات اللي أنت عملت فيها كسافة والأنت عملت فيها زيادة عددية المبرار اللي فيها تتجول اللي هو بتاع أيمن أشف لما عملها بالعرض تخيل من اللي قابلها كان فيه المحمدي يعني أنت كمان بتهاجم بالبكين في كرة زي كده عشان عملت زيادة عددية وعشان عملت كسافة عملت هدف لكن أنت غير كده لا ما بتروحش بكسافة خالص ما فيش مسندات هجومية خالص ما فيش مسندات دفاعية حتى يعني أنت بتتكلم حتى على المسندة الدفاعية لأنا أقول لك حاجة يعني مثلا صلاح مع المحمدي أو ترزجي يمكن ترزجي الحقيقة أنا في رأيي بيبزي المجهود كبير جدا 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 لكن حتى في مبارات المجهود اللي بازالهم ترزجي في المباراتين الحقيقة مجهود جبار مبارات ما كانش كان مجهد أكيد أنا كنت متوقع أن أدي فرص للاعبة تانية بالزبط طبعا يعني أنت النهاردة مثلا هقول لك حاجة أنت تبدأ بعمر جابر ما هو نازل في الدات تسعيني كابتر مدار طب أنت طب ما نزلوا ليه؟ طب ما نزلوا عشان تحفظوا على النتيجة ما أنت المفروض المبارات التالتة دي وإنت ضمنت خلاص أن أنت وصلت كمبارات التالتة دي تدي كل العناصر أحمد علي كان لازم ياخد يبدأ بالزبط يعني أنت أحمد علي يا جماعة 18 هدف في البطولة في بطولة الدوري تكتبت أن رمضان النهاردة الجزائر ممكن مبارا بعد قليل إن شاء الله الجزائر ضمنت التأهل زي أنا 6 نقاط مغيارة 8 في التشكيلة الأساسية ما هو ده؟ المغرب ما ضمنتش التأهل يعني المغرب النهاردة لو كانت خسرت من جنوب إفريقيا كانت تتساوى مع قدفورو وهي ضمنت التأهل بس كانت فكرة الترتيب ما كانش واضحة غيرت 3 مراكز في المباراة ما أنا بقول لك أنت المباراة الثالثة وانت عامل 6 بونت كانت طبيعي طبيعي وإي حد حتى كان متوقع كده أن أنت مثلا تدفع بـ 5-6 لعيبة وجداد ممكن يطلع لك لعيب يكمل معاك الأدور الثاني 16 و 8 و 4 بقى ممكن 2 لعيبة يكملوا يقولوا لك إيه؟ لا ده إحنا نقدر نخش جوه 11 في المواشرات اللي جاية طب مشاركة باهر ودونجا لا للأسف الشديد بص أنا بختلف برضك مع ناس كتيرة باهر بقرايت باهر مش مساك التمركوزه والإحساس بالمنطقة اللي هو بشتغل فيها ده مش موجود بشكل بشكل مزبوط مع باهر الحقيقة يعني يعني مباراة حتى فيه أخطاء مش بتاعة مساك خالص ده فيه أخطاء حاجة يعني لا يعني أطلع الكرة طلحها بالشكل ده هو حتى أنا بقول لك الإحساس بالمكان التمركوز بتاعه في المكان ده تعامله مع الكرات العرضية ده في المباراة والدية باهر الكرة طلعبة بالعرض باهر طر وحطها المتشناوي بالضبط فهو غصب عنه أنا في بعض ظهوره الحقيقة أنا محزت كمان أن دي صابر كان مركز قوي عليه للنضربه في الإسماعيل بالضبط فعارف إمكانياته ومركازه فيه بالضبط هو عارف برضك إمكانيات باهر إيه في المركز ده لا أقل بكتير جدا ما هيكون في مركز البقراية الحقيقة دونجا يعني يمكن هو في الدوري المحلي كان ظاهر بشكل كويس لكن برضو يمكن دي بتثبت لنا برضو إن برضو اللعيب الدولي دي مواصفات لسه الخبرات الخبرات بتاعت لعيب دولي عاوز بقى ياخد مطشوات كتيرة جدا جدا عشان يبتدي ياخد خبرات اللعب الدولي طيب إمبارحة كابتن هني رمزي كان ليه تصريحات ولم يتبرق من السلبيات وإن عندنا مشاكل وبنحول قادر إن كان بنعمل بشكل قوي لتصحيح الأخطاء خلال المباراة القادمة هل شايف اعترافه بدا أداء منتخبنا الوطني ممكن يقول حل للفترة الجاية أو هو اعترافه بالسلبيات إن الجهاز الفني شايف المشاكل فين فممكن يحلها في الخمس تيام أبو دروس 16 هو هني رمزي تصرحاته كلها من المباراتين والديتين اللي لابوهم نفس اللي هو التصريح لإن إحنا دي ما هو خلي بالك مش بيجيب حاجة من برا هو فعلاً إحنا عندنا أخطاء كبيرة جداً 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 أصي الملعب كاشف لكن آه طبعاً إنت حتى إنت عدت إيه مثلاً مبارات الكرة إنت ما بتسمعهاش في الراديو إنت بتشوفها أو توقف موجود في الملعب فالعينين دي مش هتجزي بيعني فإنت النهاردة في الخمس مباراة مباراتين الوديتين والتلات مبارات الرسمية الحقيقة إحنا عندنا مشاكل كتير جداً وما فيش علاج لها بالعكس أنا بقول لك مباراة أغندا أكتر مباراة تعرضنا فيها لهجمات 38 محاولة مهاجم في النواحي اللجومية على منتخب مصر في سادة الكاهرة 38 محاولة من أغندا ده كتير قوي وكان أعلى نسبة تصديات لحارس في المجموعة كان حارس منتخب مصر يعني تيجي إزاي أنا بقول لك لا الناس دول يعني بصراحة ربنا نستورها في الفترة اللي جاية لكن هم عندهم فرصة على فكرة في الخمس تيام اللي جايين دول أيوة يعني يشتغلوا فيها إزاي بقى كتير يعني يفرجوا العجب بتاعتهم على الفرق المنافسة الراجل يشتح لهم سلبيات وإيجابيات يشتغلوا إزاي هجوميا في الملعب إزاي يربطوا في الملعب إزاي يعملوا كسافة إزاي يعملوا زادة عددية في الملعب إزاي يدفعوا كمجموعة يعني إزاي يدفعوا كمجموعة مجموعة ضغط من ناحة المين أو مجموعة ضغط من ناحة الشمال أو مجموعة ضغط في العمق إزاي تمركز سردباكين إزاي المساندة بتاعة النيني وطارق حامد مع الاتنين السردباكين الحقيقة لأن أنت النهاردة أي حد بيعمل بيعمل وان تو أو يختارك مثلا عشر يارضات بالكرة بتليه رأي على حجازي وراي على محمود علاء فيه لعيب بلعب من تحت النين وطارق على الاتنين المساكين عندنا بالضبط ما حدش بينزل معاه ما حدش بينزل معاه وإزاي مقلت لك أن أنت عندك نصف ملعب فاضي لأنك أنت الشكل الدفاعي كمجموعة مش موجود أنت اللي بيدافع بيدافع عندك فردي وفردي دي خلاص ده أنت بمنتهى سهولة أي حد يختاركك زي ما حصل إبارح في مباراة أوغندا الحقيقة إحنا نختاركونا بشكل يعني ده أنت لو تحسب الفرص اللي جاتلوهم لا ده فرص يعني أكيدة كممكن لو هم موفقين إحنا كنا ممكن قبل ما نجيب الجولي بقى فينا داخل فينا جولين ثلاثة طب تقول لكم الشناوي شايفوا إزاي كبتل رمضان مع المنتخب تقول لكم الشناوي الحقيقة من إيجابيات أو إيجابية كبيرة جدا 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 في أداء منتخب مصر الحقيقة عامل مباراة بمستوى عالي جدا في سبات عنده الحقيقة مباراة أوغندا الحقيقة راجل مباراة يعني لو مش الشناوي إحنا نطلع مغلوبين 3-4 جوال و3-4 جوال بمنتهى السهولة فلا الشناوي بيقدي بطولة لغاية دلوقتي بمستوى عالي جدا 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 يمكن عكس حتى ما الناس كم توقع يعني الناس كم توقع أنه كان بيعد شوية ومش عارف لا ده عامل البطولة الحقيقة مستوى رائع الحقيقة وفي سبات في مستوى اللعيب الوحيد اللي عامل سبات في مستوى هو بترزيجين الشناوي من الحراس اللي ممكن نفسيا لو تعملت معها كويس تاخد منه إنتاج كويس أكيد أكيد إن عنده خبرات بالضبط يعني الخبرة موجودة الضغط الجماهيري موجود ده حارس مرمى النادي الأهلي لكن المعاملة النفسية أو الأتبوسفيري اللي عيش حواليه لو كان كويس هتلاقي محمد الشناوي في مستوى كويس هو يعني لما نيجي نتكلم على أداء الشناوي في الثلاث مباريات يبقى لازم نتكلم على أحمد ناجي بالضبط أحمد ناجي بيعرف يتعامل الحقيقة مع الشناوي فاهم شغله فاهم شغله وفاهم هو بتعامل معه إزاي وفاهم إنه هو يودي الأعلى فرمة إزاي في فترات قليلة كمان مش من فترات كبيرة فلا يعني لازم كمان وإحنا بنشيد بالشناوي محمد الشناوي يبقى لازم نشيد بأحمد ناجي كمدرب حراس مرمى قبل البطولة يا كابتن رمضان بحوالي شهر أو شهر ونص كان معايا في مكان حضرتك هنا بالضبط كان كابتن إيهاب جلال مدرب حراس المرمى فبقول له من أقرب لحراسة مرمى المنتخب في بطولة إفريقيا محمد الشناوي أحمد الشناوي محمود جنش محمد عواد قبل ما كان لسه ما كانش لسه لاختيرات تمت محمد عواد فالكابتن إيهاب جلال قال لي اللعيب اللي تقدر تتعامل معه نفسيا ويكون عنده اتزان نفسي في البطولة هو اللي يلعب دي النقطة اللي كابتن أحمد ناجي هيركز عليه أنا من خلال معرفتي بالحراس وتحديداً محمد الشناوي أنا توقعت في كلامي كابتن إيهاب جلال هو مرضيش يجزل ممكن يكون مين هو قال ممكن ما بين محمد وإحمد لكن الجزئان النفسية والتعامل النفس هو لا يفرق أنا حصيت بتعامل الكابتن إيهاب جلال وكلامه وقربه طبعاً من كابتن ناجي وهو مضارب خراس كبير إن الاتجاه يكل محمد الشناوي هو هو الشناوي زي ما قلت لك إن أحمد ناجي بيعرف يتعامل معه إزاي وبيعرف يوصله الأعلى فرمة إزاي وفي وقته قريب جداً الحاجة التانية هو الثبات الانفعالي بتاع محمد الشناوي حاجة كبيرة جداً وبيخافش من ضغط الجمهور لا لا بيخاف من ضغط الجمهور ولا بيخاف من قوة المنافس بالضبط ودي طبعاً حاجة يمكن إحنا فيه حراس الحقيقة ممكن تكون حراس موهوبة وحراس يمكن على مستوى علي جداً لكن عندهم بيفقدوا يعني حاجة الثبات الانفعالي مش موجودة بشكل قوي ده من قوي تزديدة لو شاف الملعب بالضبط او مثلاً تعامله مثلاً مع الجمهور او تعامله مع المنافس القوي اعتقد فيه حراس بيقله بيقله بشكل كبير جداً محمد الشناوي الحقيقة عامل الثلاث مبارات هو نجم المنتخب الحقيقة مع تريزيجيه ومع محمد صلاح عدم اختياره ما نفزمتش أنا بصراحة مستغرب جداً من اختيارات اللجنة الفناية في الاتحاد الافريقي المسؤول عن البطولة لإني كمان ده حصل في مباراة مصر وزنبابوي شفنا تريزيجيه كان هو المتعلق وتم اختيار محمود علاء كان يستاهل اه بالضبط شفنا المباراة بالأمس تم اختيار أحمد المحمدي وكان محمد الشناوي هنجم المباراة حتى في مباراة أخرى يا كابتن رمضان يعني مباراة المغرب ونامبيا اختاروا فيها مباراة بصوفة وكان نجم المباراة نور الدين المرابط بالضبط نفس القصة مباراة المغرب وكودفوار نفس القصة مباراة تونس وأنجولا تونس وانجولة اختاروا فيها وابل خزري واللي كان متعلق في هذه المباراة كان يوسف المساكني بص انا هقولك حاجة يعني يمكن من اول مباراة الحقيقة انا في رأيي ان الاختيارات بعيدة خالص عن اللي احنا بنشوفه يعني اي حد في مباراة اغندا ما يختارش محمد الشناوي راجل المباراة انت اصر راجل المباراة يعني ايه يعني ليه دور ايجابي او مؤثر في نتيجة المباراة بالضبط محمد الشناوي مباراة انا بقولك لو هو مش موفق محمد الشناوي احنا نطلع نطلع تلات تجوال اربعة تجوال اخد بالك يبقى كان ليه دور مؤثر جدا جدا في اداء منتخب مصر او في نتيجة المباراة يبقى كان لازم يحصل على الرجل انا ما عرفش بصراح لان اغلب الاختيارات الحقيقة انا قلت بطشط تانية اه طبعا اغلب الاختيارات في كل المباراةات الحقيقة بعيدة خالص عن اللي احنا بنشوفه واللي احنا بنطبعه طيب من المنتخب اللي يكون افضل لمواجهته في دور الستاشر هو طبعا لسه البطولة وفيه منتخبات اقوى بعد كده لكن بالمرحلة اللي احنا ماشيين فيها خطوة خطوة كينيا ولا جنوب افريقيا لان كينيا لو خسرت النهاردة من السنغال حتبى ثلاث نقط جنوب افريقيا خسرت فتلاث نقط مجموعة الخامسة تونس نقطتين انجولا نقطتين مالي اربعة يعني احنا ياريت ما اروحش للمجموعة الخامسة الحقيقة مجموعة تونس وانجولا ومالي اه لان فرق قوية جدا وفرق هتتعبنا لكن احنا لو كينيا مثلا جات لنا اعتقد ان احنا بقى في المتناول كينيا وان احنا نكمل نخش نروح لدور التمانية بس النتائج مجموعة الخامسة كابتن رمضان لو حصلت وتونس كثبت وانجولا ومالي اتعدلوا ممكن انجولا تكون اقرب لمواجهة مصر بالنتائج انا بقوليك ان انا بتمنى ان احنا ما نروحش للمجموعة الخامسة نروح للتالت بتاع المجموعة كينيا او جنوب افريكية وغاليبا ممكن تبقى كينيا اقرب بس يعني الفكرة في ايه كينيا هو طبعا الاختيارات بتبقى انت لو انت متصدر مجموعتك بتواجه تالت المجموعة التالتة لو مش التالتة هتبقى الرابعة لو مش الرابعة هتبقى الخامسة فبيبدا الاول بالتالتة كينيا اليهر دامي الصنغال المباراة بدأت كينيا لها 3 أهداف وعليها 4 أهداف إذا خسرت من السنغال هيكون معدل التهديف عندها بالماينس فتبقى فرصتها أصعب جنوب إفريقيا نفس الفكرة جنوب إفريقيا عندها 3 نقط بعد هزيمة المغرب بالظبط ما أحرزتش غير هدف ودخل مرماها هدفين فبرضه بالماينس المنتخب الوحيد لنتيجه ممكن تبقى في صلحه إذا تعادل مع مالي هو أنجولا لأن أنجولا في مبرياته أنجولا أول لمباراة مع تونس تعادل ثاني مباراة مع موريتانيا يتعادل ثالث مباراة مع مالي لو تعادل مش هيكون عنده مينس فبالتالي هو هيكون هو الآرب لمواجهة مصر هو طبعا أنا بقولك أنا جرحتها كده للناس عشان تبقى عارفة الترتيب هينش إزاي ممكن تبقى أنجولا وأنا بقولك أنا بتمنى أن نحن نلعب كينيا أو جنوب أفريقيا أعتقد أن نحن ممكن نتخطى دور الستاشر إن شاء الله لكن نحن لغاية دلوقتي ما تحسامش نحن لعب مين لسه لبسه لغاية مش هتحدد بكرة لكن نحن بنتمنى طبعا زي ما قلت لك في وسط محمد السلبية اللي الواحد عمال يقولها دي كلها نحن طبعا كلنا بنتمنى من ربنا أن نحن في المباراة اللي جاية نشوف أداء أفضل من الثلاث مباراة اللي تلعبوا ونشوف لعبتنا إزاي بفكروا في البطولة إزاي بفكروا أن هم يحملوا بطولة أفريقيا ده مهم جدا جدا لأننا الثلاث مباراة إحنا حتة حتى أقولك بنفتقد حتة الروح بنفتقد حتة الشراسة اللي في تيم كورا بيلعب في ملعبه وفي استاد القاهرة وفي وسط جمهوره وفي وسط بلده بنفتقد دي إحنا يمكن 2006 و2008 أو 2010 إحنا ما كانش عندنا محترفين برا خارج مصر ورغم ذلك إحنا كنا أفضل الفرق اللي موجودة في كل المنتخبات إحنا كان بيجينا كودفوار أو كاميرون أو غانا عندهم مجموعة من محترفين يعني في أوروبا الضف أول في أوروبا ورغم ذلك إحنا عملنا عليهم تفوق تفوق بإيه؟ بالجماعية اللي كان موجودة عندنا دفاعيا وهجوميا بالروح العالية جدا 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 بالإسرار اللي عبتنا كان بتلعب بيه يعني بالشكل اللي هو زيان بيقولك كده كل واحد نازل بيقولك أنا هموت نفسه عشان أكسب لكن أنا في الثلاث مبادلات أنا مشوفتش دي يعني أنا بتمنى من ربنا كمان حتى برا التقييم الفني زي كان دفاعيا أو هجوميا حتى الحتة دي تزيد يعني حتى اللعبة تبقى نازلة عندها إسرار وعندها شراسة إن أنا بضغط عشان أكسب تزيد لأننا بنقرب من البطولة وبنلعب البطولة في ملعبنا الاختيارات اللي اخترها خفير أجيري قبل البطولة زنقت الاختيارات حتى في التشكيلة والتبديلات أثناء البطولة طبعا مين منها الدكة ممكن يكون هو عامل الحسم أوليد دور في المباراة القادمة يا كابتر رمضان يعني أنا بص أن أقول لك حاجة والدكة فيها أنا أسف المقاطع الدكة فيها 11 لعب طب أنا أقول لك حاجة محمد أنا اللعيبة اللي أنا قلت عليها دي رمضان صبحي قهربة مش عارف عبد الله السلية السلية صالح جمعة السلية يعني في وسط التاتاربعة اللي أنت اخترتوهم في نص الملعب السلية حاجة عامل موسم السنة دي كمان يعني مش بكلمك السلية مثلا من سنتين بكلمك الموسم ده السلية في تطوير بالضبط في أدائه الموسم ده ابتدى يعمل المساندة الهجومية ابتدى يخش الثمانتاشر ابتدى يسدد ابتدى يلعب بجماغه في الثمانتاشر هو أساسا عنده أنه واحد دفعية قوي جدا في التحامات وقوي جدا في استخلاصه اللعبة دي كانت بلازل أنت موجودة أنت يعني بتيجي تتكلم مثلا في حاليا دلوقتي أنت لما بتيجي تعمل تلات تغييرات الأداء بينزل يعني الأداء بتاع مثلا التلت ساعة أو النص ساعة اللي أنت بتعمل فيها التغييرات الأداء بينزل عن بداية المباراة تخيل ده يعني إيه ده أنت مفروض اللي بينزل بيعمل إضافة قوية جدا لفرقتك وبيعمل نقلة في أداء فرقتك إذا كان دفعيا أو هجوميا طب ومناسبة التغييرات إيه اللي فهمت حضرتك أو وصلت له أو الفلسفة اللي خفير أجري عايز أقولها لما استبتل إنني بنزل طريق حامد يعني أنا بقولك لأ ده مش إنني طريق حامد بس ده كتير يا محمد ده تغييرات غريبة جدا دي يعني استفدت إيه كمان لكن أنا بتكلم كمان أنت تيجي مثلا أول مباراة عملت وليد سليمان بمروان محسن وروح تمدخل محمد صلاح كمهاجم وفيه اتنين فرودة بره كان فيه اتنين فرودة بره دي حاجة الحاجة التانية إن أنت حتى لو أنت بتتابع الشوت الأولاني اللي اتنين الجابة اليمين اللي كان فيها المحمدي ومحمد صلاح ربطين مع بعض طوال الشوت الأولاني بشكل قوي جدا جدا ووصلوا واختركوا يعني الاتنين الواحدين اللي كانوا ربطين مع بعض أنت لما جيت عملت تغيير روح تفاكك الجابة دي وروح تمودي محمد صلاح رأس حربة والجابة دي خلاص التجانس اللي كان موجود بين محمد صلاح والتفاهم اللي كان موجود والربط اللي كان موجود بين محمد صلاح والمحمدي أنت فكته فكل التغييرات اللي حقيقة الرجل بيشتغلها أنا مش مفهومة وما بتضيفش حاجة خالص يعني أنا هقول لك حاجة رغم أن أنا بحب وليد سليمان يعني كلاعيب كورة حاجة نموزجي لعيب تحب تتفرج عليه آه طبعا لكن أنا في الوقت يا محمد اللي كان وليد سليمان أفضل لعيب كورة في مصر وكان مؤثر جدا في أداة النادي الأهلي وهو يعني هو الورقة الوحيدة اللي كان بيكسب النادي الأهلي بالضبط النادي الأهلي كان بيعتمد عليه اعتماد كلي وكان واضح لكل الناس كل المتابعين للكورة كل الأندية كانت تكلم يقول لك وليس سليمان وليس سليمان ما خدتوش انت خدته بعد ما تصاب وبيعد عن فرمته وبعدين جاي بتضمه وفي نفس الوقت انت بتحطه كمان في تغييرات وليس سليمان برا الفرما اللي كان موجود عليها بس اقول برضو مش دفاعا عن الجهاز الفني المنتخب بس احقاكا للحق يعني واته قال انا عندي استراتيجية اني بخفض الأعمار السنية للمرحلة القادمة قبل تصفيات كاس العالم لقطر 2022 لما بقت البطولة على أرضي لازم اعتمد على اللعاب الخبرات عشان كده ده حتى ظهر لما لقيت تضم عبدالله سعيد لان عبدالله سعيد ما كانش من اختياراته وليد سليمان ما كانش من اختياراته احمد علي ما كانش من اختياراته انا انا مش بتكلم انا بقولك وجهة نظر الجهاز الفني انا اقولك حاجة محمد انا مش بتكلم بس انا متطفق معاك في موضوع وليد اه يعني انا مش بتكلم على استراتيجية بتاعته هو فعلا التعاقد بتاعه كان بيعدي فرقة لعشرين اتنين وعشرين ماشي وده كان هو نزل العمر وكان ماشي بشكل كويس لكن انا النهاردة البطولة بتتلاقيك في ملعبي مش معنى بقى ان انا مفروض رجيب الخبرات ان انا جيب حد مش فرمة ان انا جيب حد بيعد عن فرموته انا شوف انا بقولك ايه انا بقولك وليس سليمان افضل فترة كان افضل لعيب كرة موجود في مصر بالزبط يعني صح اه كان عنصر مؤثر جدا في كل النتائج اللي جابية اللي عملها النادي الاهلي او ساعد بيها النادي الاهلي اللي يعمل بيها نتائج ايجابية لكن في نفس الوقت انا بقولك هو انت اللي ببتجد عشان تدور بره على الدكة انا في رأيي ان الوحيدي اللي ممكن يعمل لك تغيير اه احمد علي لان احمد علي عنده القوة وعنده السرعة وبيعرف يتمركز في التمنتاشر بس المهاجمين مظلومين في البطولة زي كابتر رمضان يعني الفرص اللي بيجي لهم ضعيفة جدا يا بردك انا لازم اشتغل يعني احمد السرعة مش عنده احمد محتاج الكرة تخشه في التمنتاشر احمد بردك عنده بيعرف يخش التمنتاشر بشكل كويس احمد علي يا محمد طمدشار هدف بس ده محتاج للاطراف يشتغلوا محتاج ان قلب وسط الملعب يكمل مش محتاج للاطراف يشتغلوا ولا محتاج قلب الملعب يشتغل محتاج مصر اجيري ده يشتغل اه وما بشتغلتش الحقيقة طيب طيب كنت عزلك علي طيب النهاردة المغرب اعديك النتائج المباراة النهاردة المغرب كسبت جنوب افريقيا بهدف مقابل لشيء والجزائر بتلعب دلوقتي مع تنزانيا نبيبيا كوديفور كسبتها 4-1 فبالتالي المغرب في الصدارة 9 نقاط كوديفور 6 نقاط فيه فرق ايضا كمان تأهالة زي نيجيريا مدغشكر في الصدارة ونيجيريا في المركز التاني مدغشكر كسب نيجيريا كسب نيجيريا 2-0 طيب لكن بشكل عام فيه مباراة اتضحت في دور الـ 16 يعني المغرب هتلاقى بغينيا ودي اول مباراة في دور الـ 16 الفايز بين المغرب وناجيريا المغرب وغينيا في اتجاه مع اوغاندا والفايز بينهم في اتجاه ما بين ناجيريا مع الكاميرون اوغانا ومصر مع كينيا او جنوب افريقيا او انجولا دي المجموعة الـ 8 منتخبات اللي هتلاقى مع بعض لغاية السيمي فاينل بص ان اقولك المغرب انا في رأيي ان هيكمل المغرب هيلعب اي حد في 16 في 8 في 4 هيكمل هيكمل لان فرقة كويسة اوي فرقة متكاملة فرقة بتلعب كرة حديثة فرقة بتدافع بشكل قوي جدا فرقة منظمة وهم في التلت الهجومي ازاي بيربط مع بعض في التلت الهجومي عندهم حرقة سريعة جدا جدا في التلت الهجومي لا فرقة هتكمل وانا في رأيي كمان الجزائر برضو هيكمل بشكل قوي جدا هيرفي رينار عمل لطا الاعلام المغربي بتكلم عليها النهاردة كل العقد اللي كانت بتواجه المغرب في البطلات الافريقية اتقصرت على ايد المدارب الفرنسي هيرفي رينار يعني كوديفور كانت دايما عقدة للكرة المغربية بزبط قدر يكسبها في اخر بطلتين وقدر يكسبها حتى في تصفيات كاس العالم الكاميرون نفس الموضوع في تصفيات افريقيا قدر يفوز على الكاميرون النهاردة جنوب افريقيا ازمة للمغرب من ستة وتسعين يعني من ستة وتسعين لغاية اللحظة دي جنوب افريقيا المغرب ابتدارش تكسبها النهاردة كسبت جنوب افريقيا العامل النفسي ده شايفه ازاي بص اقولك حاجة محمد اعمل تقييم حتى لأداء المغرب في كاس عالم اعلى ما كانت مع اسبانيا والبرتغال اداء محترم جدا جدا واداء قوي جدا جدا طبعا الراجل ده بصراحة مديرين فنين اللي موجود في افريقيا خبرة كبيرة جدا وبيعمل تطوير في كل منتخب يروح فاس بطولتين مع منتخبين زنبيا وكودفوار لا مدير فني انت عارف واضح شغله واضح يعني مش مثلا انت بتقول مثلا تستنى مثلا اداء اللعيبة او تستنى مش عارف لا ده هو منظم جدا جدا ازاي بيعرف يهاجم ازاي بيعرف يدافع بيهاجم ويدافع كمجموعات وعنده ورقة عنده اوراق كتيرة عنده اوراق كتيرة جدا جدا اختياراته الحقيقة يعني برضك عامل اختيارات قوية جدا جدا لعيبة محترفة في اندية اوروبية على مستوى عالي جدا ومستوى كبير جدا الدور السعودي نفس الحكاية فلا هو طبعا نزان بقولك ان فيه منتخبات من متابعتنا الحقيقة للأدوار التمهدية اعتقد انهم هم هيكملوا عنده خط هجوم حدس ولا حرج وانا بقرنه بقاك وخط جنف البطولة هو والجزايا يعني عنده حكيم زياش مبارك بصوفة نور الدين من رابط يوسف نصيري تحتهم اتنين ديفندر لو الناس لحظت في اول ماتش العامل ابيبيا لما كان الاداء مش كويس غير الاتنين ديفندر بالتنين تانيين بالزبط يعني عنده اوراق ربحة لعب اول ماتش بمهدي بوربيع ويوسف ايد بن ناصر الماتش التاني لعب بكريم الاحمدي ويونس بالهندة وما تحسش بالخلل حصل بالعكس الاداء عالي الاداء عالي وهو ده اللي احنا بنقوله على منتخب مصر انت النهاردة لما بتجي اجيري بيعاوس تدخل عشان يعمل تغييرات تفوق الفرقة الاداء بيقل يعني المستوى بينزل ودي كمان من الحاجات اللي تحسب عليه كمان بشكل كبير جدا جدا انت النهاردة بتلعب مأسك منتخب مصر وبتلعب منبراف في مصر وتبقى الدكة بتاعتك مش موجودة بالشكل اللي هو تكمل به ده دي مشكلة كبيرة جدا الخط الهجومي برضو لبنفس قوة المغرب بغداد بنجاح يوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي رياض محرز لاعب بلشستان سيتي من تحتهم بقى سوفيان في جولي اتنين باكات على اعلى مستوى سواء الباك رايت يوسف عطال او الباكليفت رمي بين سبعيني بتحس ان فرقة متكاملة جمال بالماضي في عشر شهور ادري يعمل توليفة ممتازة هو ده اللي انا قلته في بداية الحلقة يا محمد ان جمال عامل اللعبة المحترفة الجزاريين لما كان بيجوا ويلعبوا مع المنتخب انا بقول لها كان بيجوا تقضية واجب وما فيش ولا روح ولا بتاع ورغم ان لعبة جامدة جدا ولعبة اسماء كبيرة جدا وكانوا يروح يتغلبوا في الجزائر ويتغلبوا بره ومش عارف ايه وممتاز سهول لا راجل المدرب الجمال ده فرق معهم بشكل كبير جدا بتحس ان هم فرق بيلعبوا بروح عالية جدا فرق بيلعبوا بشراصة في اداءهم اذا كان هم بيدفعوا هم بيدغطوا لو تشوفهم هم بيدغطوا لا ده احنا بنتكلم مثلا برشلونة بنتكلم الفرق اللي هي بتستخلص دي فاربع ثواني وثلاث ثواني هم كده هم كده فلا يعني المديرين فنين بيفرقوا مع المنتخبات الحقيقة بشكل بير جدا جمال بالماضي يا كابتر رمضان لما الاتحاد الجزائري على فكرة الاتحاد الجزائري تعقد معه بالصدفة اه يعني ما كانش في اطار التفكير خالص جمال بالماضي لانه سنه صغير لسه الخبرات في التدريب مش كتيرة وبعدين جاي بعد مدربين كان لهم باع طويل في القرى الافريقية يعني ربح ماجر اه طبعا رغم نجوميته منجحش اه فجابوا جمال بالماضي جمال بالماضي قال لهم انا التارجد بتاعي تصفيرات كاس علام الفين اتن وعشرين ما تكلمونيش عن كاس الأمة ده بالنسبة لك شايف انه هو ازال الضغوط وخلى للمنتخب الجزائري رايح مصر ومحدش في الجزائري بالكلام عن ترشح الجزائري للبطولة ده تأثيره ايه على الفرقة او على اللعيبة وداخل البطولة واحدة واحدة هو مدرب زكي زكي شال الضغوط اه طبعا شال الضغوط على نفسه وشال الضغوط على فرقة هو مش على نفسه لانه هو هو عارف ويقول ايه في تصراحات بتبقى في صالح الفرقة وفي تصراحات ضد الفرقة التصريح ده شال الضغوط عن اللعيبة وبعدين هو ازاي برضك المدير الفني يقدر يتعامل مع كل النجوم دي دي حاجة مش سهلة يعني المنتخب الجزائر فيه كم من النجوم كون انه هو يسيطر عليهم ويشتغلوا بالشكل اللي بيشتغلوا به المباراة في الادوار التمهدية دي ازاي التيم ده منظم ازاي التيم ده بيدافع بيدافع النجوم الكبار دولة ازاي بيدافعوا كمجموعة ازاي التيم ده بيشتغل في التلت الهجومي ازاي بيلعبوا بشراصة ازاي بيلعبوا بروق الحاجات ده كلها بتاعة مدير فني هو زي ما قلتلك ان التصريح ده كان زاكي فيه جدا وهو شال الضغوط عن اللعيبة وهو بينه بين اللعيبة بقول له احنا لازم نرجع بالبطول نحن ععدنا نتابع خمسين دقيقة الجزائر ضغطين سنغال يعني ما بيتنفسوش وفي الالتحامات هم بيتفاوط التحامات وضغط واستخلاص وكورة وكل حاجة طيب تونس في المقابل بقى يعني ممكن تونس حالهم في البطولة قريب من حنة شوية تونس عندها مشاكل فنية مش على مستوى اللعيبة لا على مستوى الاخترات من ألان جريس يعني ألان جريس بإمكانياته انه مسك مالي ومسك السنغال لكن في البطولة دي مش مخنع بالنسبة حتى للإعلام التونسي بيغير في التشكيل يعني لعب مثلا بواجدك شريدة فوسط الملعب هو أصلا بكريت في المباراة التانية رح رجع واجد بشريدة بكريت وطلع عرامل بيدو برا لسكور كل شوية غير حارس مرمى أول مباراة فروب المصطفى هو تاني مباراة مؤز حسان الحارس الاساسي في طول الفرق معز بن شريفيا مش موجود الراجل ده عنده مشكلة مشكلة كبيرة جدا إن هو تعامله مع النجوم صعب جدا جدا ألان جريز آه طبعا بدليل إن هو مثلا أنا في رأيي إن علم علول لو أنت بتتكلم في منتخب تونس ده يبقى مفتاح لعب يعني يعني زي بالزبط أنت بتلعب واحد مهاجم طبعا جناح مش بتلعب باك فبالتالي أنت لما تيجي تستبعد علم علول وإنت متابعه المفروض أنت متابعه عشان تضمه المفروض متابعه طب عالي معلول الموسم ده مقدم موسم يعني ولا أروع أعلى لاعب في البطولة الأفريقية لدور الأبطال أسست أهداف بالزبط إذا كان أسست في البطولة الأفريقية أو أسست في كل المبارات اللي باللعابة المحلية فإنت بتشيله ليه إنت شيلت كوة من عندك كوة كبيرة جدا 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 أنا قلت أشوف البديل مين يمكن لا ده الراجل أنا تباعد بصمال حدادي ده بعيد خالص ده جيرالدو لاعب عليه مباراة في الأولى الافتتاح تونس وأنجولا لا معداش نص الملعب ده بعيد خالص بعيد خالص يعني بصراعة صعب جدا جدا فبالتالي يعني أنت لما بيجي نتكلم على السلبيات اللي في منتخب مصر زي بالزبط ما هنتكلم عن السلبيات اللي موجودة في منتخب تونس عشان كده المنتخبين الحقيقة بعاد جدا عن مستوىهم وبعاد عن المستوى اللي هما مفروض يقدموه بالنجوم اللي هما بيمتلكوهم من الحقيقة فكرة تستبدال حارس المرمى يعني تونس المنتخب الوحيد في البطولة اللي هي بتننحو الراس مرمى لغاية دلوقتي يعني أغندا وهي بتلعب مع مصر الحارس أصيف فخرج لكن تونس ما كانش فيه إصابة أول مباراة في روب المصطفى غلط غلطة تاني مباراة غير الحارس التاني في المباراة تانية غلط غلطة كاريسية ما هو ده الفكر ده الفكر لو أنت مدارب المكان هو كابتال رمضان تغير لا طبعا بص المركز الوحيد يا محمد اللي فيه رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة رقم اثنين ده لقدر الله رقم واحد يتصاب تغيره ياخد ثلاثة إنذارات ياخد طرد طب أخطأ في هدف ولا حتى لو خطأ في هدف مواصلين مش معنى كل الحراس في العالم كله في أنت بتتابع مثلا بطولة كاس عالم أو دور الأبطال في أوروبا ده يعني فيه كوارث الحراس بيعملوا كوارث ولكن الحرس رقم واحد ورقم واحد نفيش حاجة اسمها لنا النهاردة الحرس بتاعي في أول مباراة عنده خطأ يبقى تاني مباراة ببدله لا أنت كده هزيت الحرس بتاعك الأساسي وهزيت الحرس اللي رقم اثنين طب أعمل ايه في المرش الجامعة مرة تانية هلعب الحرس التالية يجيب بقى رقم ثلاثة ولو أخطأ أجيب حرس من تونس أنا بقول لك أنا بقول لك يا محمد فيه مشاكل في الإدارة الفنية لمنتخب مصر وفيه مشاكل في الإدارة الفنية لمنتخب تونس واعتقد دي الناس كلها شايفاها موجودة في الملعب في التناث مبارات طيب منتخب مدغشقر مفاجئة البطولة لغاية اللاز ده والحسن الاسود طبعا الحقيقة بيقدموا كرة أنا بقول لك للأسف الشديد الواحد حتى بيقوله هو حزين الحقيقة إنك أنت النهاردة لما تيجي بتعمل تقييم للبطولة دي إحنا أداء منتخب مصر ويعتبر يعني من الفرق البعيدة خالص يعني أنت بتكلم مثلا في مدغشقر ده بيلعبوا كرة حديثة جدا وبلعبوا كرة فيها جمعية وبيدفعوا ازاي وبيهاجموا ازاي وفرقة محترمة جدا جدا وعملين نتائج إيجابية ف لا والمدارب بتاعهم كمان مش من السفيهات الكبيرة يعني في مدغشقر عملوا تجربة غريبة قوي كل اللعيبة اللي بتلعب في المنتخب مدغشقر منهم بيلعب في الدور المحلي وفيه بيلعب في الدور الهندي وفيه لعيبة بتلعب في الدرجة التانية والتالتة في فرنسا مش في الكراس إي مش في الدرجة الدرجة الأولى حتى المدير الفني المدغشقر يا كابتن رمضان مش مدير فني درب حتى منتخبات أو فرق في الدور الفرنسي درجة أولى مش اسم كبير ده شغل كل درجة دانية ودرجة تالتة ده مهم جدا وعمل نتائج إيجابية خلي بالك في الثلاث مواسم هو عامل نتائج إيجابية أنا بقولك إزاي توصل تخش جوة لعيبتك زي أنا بقولك كده مشاكل كتيرة جدا في منتخب مصر مشاكل كتيرة جدا في منتخب تونس لا في منتخبات الحقيقة أثبتت وجودها وقدمت نفسها بشكل محترم جدا وبشكل قوي جدا جدا في البطولة الحقيقة طيب في تجربتين غريبة شوية السنغال وكودفور يعني دايما المدارس الإفريقية بتعتمد على المداربين الأجانب آخر سنتين شايفين السنغال رايحة في اتجاه مختلف وكودفور نفس الموضوع السنغال بيدربوا أليسوسي وكودفور بيدربوا إبراهيم مكامارا وجهت نظرك يعني شايف الاتحاد السنغالي والاتحاد الإفواري إيه الفكرة أن يعتمد على مدارب وطني في ظل أن كودفور لها تجربة غريبة شوية يعني المسك المنتخب الأول حاليا من إبراهيم مكامارا مسك الناشئين وطلع بالشباب وراح للأوليمبي والمحليين وحاليا مسك المنتخب الأول وهم يعني يشتغلوا كده ليه؟ لأن كل التجارب اللي هما اشتغلوا بيها بمداربين فنين الأجانب التجارب ما كانتش نجحة يعني فنيا ما كانتش نجحة أعتقد أن هما بيجربوا بيقولك أن احنا بنجرب المداربين بتوعنا ويمكن في نجحات كمان تبتكلم مثلا على مدارب مدغاشكر ورغم أنهو ملوش اسم لكن عمل نتائج إيجابية وعمل مستوى بالضبط يعني عمل نتائج إيجابية بمستوى كمان بأداء فبالتالي هما بيجربوا نكسب ناجيريا 2-0 تصدر المجموعة طبعا وإيه كمان مش خبطة يعني لا ده في تفوق بأداء فهم برضا كودفور بيجربوا وسنغال بيجرب يعني من المنتخب الأفريقي اللي قد صدموا بالنسبة لك في أداءه غانا الكاميرو الناجيريا يعني ناجيريا طبعا فترات الحياة كان مش أداءهم كان وحش جدا غانا برضا كنفس الحكاية يعني فترات قليلة قوت اللي اشتغلوا فيها بشكل كويس يمكن هم دول أقرب فرقتين وفرقتين مصنفين بس ناجيريا عندها أسامي يعني وغانا عندها أسامي طبعا أنا بقولك فرقتين مصنفين جوردون أيو طبعا طبعا بالأسماء اللي عندهم إذا كان في غانا أو في ناجيريا جمعا طبعا 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 ولا المشاكل الداخلية ممكن تأثر على المنتخبات دي والله بص أنا أقولك حاجة يعني من أسوأ الحاجات اللي بتحصل في البطولات الأفريقية إنك تيجي مثلا قبل البطولة ويتيجي مثلا منتخب ناجيريا ده بزياد مش عارف الكاميرون ييجي يقولك قبل البطولة إحنا إليه مستحقات يا جماعة أنتوا كنتوا فين يعني ما تطلبوا مستحقاتكو دي بلدكو أو قبل ما تطلعوا البطولة أو قبل ما تخشوا البطولة دي خلي بالك دي سلبية كبيرة جدا في الكرة الأفريقية طبعا في الكرة الأفريقية ما اعتقدش إن في الكرة الأوروبية حد لو حتى حتى لمح ولو في حتى مشاكل لا يمكن حد يصير مشاكل في قبل البطولة أو جوة البطولة أنت زنبابوي ما كانوش عاوزي لعبه من بارات الاستتهاء والكاميرون يعني أنت خاء الكاميرون نفس الحكاية يعني طب إنت وانت بتتكلم بقى على إيه كمان دي انت بتتكلم عن لعب المحترفة يعني أنتو أساسا يعني مش مش محتاجين تيجي بقى في منتخب بلدك وقبل البطولة بيوم ولا بيومين تقولوا أنا مش هلعب المدير الفن الألماني المنتخب ناجيريا في المؤتمر الصحفي بفوت بيجي ومعك كابتن الفريق هو راح من غير كابتن الفريق فقال لك إيه ما هلو سألونا عليه وقلت لهم أصلي في اجتماعه في حاجة راح راجلت لها صريحا لك اللي هي بعمل اجتماعه دلوقتي عشان لها مستحقات فما لكبت الفريق مجاش معي ومعتلوا بيان دلوقتي عقل مسئوليته وقال لك ما ليش علاقة طبعا هو مش عاوز يجذب وفي نفس الوقت قال الحقيقة وخلاص زي بالزبط ما تيجي مثلا قبل مبارات الافتتاح ديت ومنتخب بزنباوي ده يقول لك أنا مش هلعب يعني مبارسك ده أنا أقول لك حاجة أنا أفرقي إن ده يبقى الاتحاد الافريقي لازم يبقى ليه دور كبير جدا في حاجة زي كده هو بيبدل الاتحادات الافريقية الدعم والمكافئة المصول الفكرة بقى الاتحاد نفسه الاهلي هو المفروض يصرف المكافئات دي للعيب يعني لا أنا بتكلم برضك إن لازم بقى فيه عقوبات على المنتخبات دي أنا النهار ده أجي كمتحاد أفريقي قبل البطولة مثلا بيوم أو يومين ثلاث فرق يهدد إنه مايلعبوش يعني البطولة بازت بازت خلاص فلا إيبقى العقوبات تبقى قوية جدا إيبقى ده هيجبر الاتحادات المحلية دي إن هي تتعامل مع لعابتها بشكل كويس بشكل محترم إنهما كمال العيبة محترفين طبعا ما تجيش إنت بقى بتاخد فلوس من الاتحاد الافريقي وبتاخد فلوس جمدة جدا وبعدين العيبة تبقى عندك لها ليهم مكافئات أو ليهم مستحقات أو الكلام ده كله ده طبعا كلام فرق يعني طيب تتوقع مين في مباراة تونس ومالي وأنجولا وموريتانيا يعني المباراة بكرة إن شاء الله تونس هتلاعب موريتانيا ومالي هتلاعب أنجولا مين ممكن يكون للي تونس تكسب طبعا موريتانيا مش أكيد أول كابتر رمضان يعني أنا لا يعني إمكان أنا بكلمك مش كأسم أنا بكلمك كمستوى شفت مباراتين لموريتانيا الحقيقة لا تونس تقدر إن هي تكسب تتكلم في مالي مالي وأنجولا مالي أنا باعتبرها من الفرق قوية جدا يعني أداءهم في المباراة كلها الحقيقة عاملين مباراة على المستوى على جدا تونس لو كذبت ومالي لو كذبت ما فيش تالت في المجموعة ده يتأهل لأن تونس هتبع عندها خمس نقط مركز تاني مالي يبع عندها سبعة نقط أنجولا تبع نقطتين النقطتين دي تبعت خلص تبعت خلص وده متوقع الحقيقة يعني أنا في مطاقة عن مالي تكسب وأن تونس تكسب طيب المجموعة الأخيرة الكاميرون هتلاعب بنين وغانا هتلاعب غينيا بيساو الكاميرون عند أربع نقطتين وغانا نقطتين بنين نقطتين غينيا بيساو نقطة واحد يعني برضو أنا بقول أن الكاميرون فرصيتها برضا كبيرا أن هي تكسب بكرة رغم أن يبنين اتعدلت مطشين اتعدلت مع غانا واتعدلت مع غينيا بيساو أنا بكلم برضك على المستوى يعني في خلال متابعيتي للمباريات لا كاميرون تيم برضك يقدر حمل اللقب اه طبعا تيم قوي تيم قوي حمل اللقب سبعة نقطة يعني لو كسب وغانا وغانا برضك تكسب والكاميرون لو تعدلت برضه هتصعد بس هنا عايبقى بقى فكرة الترتيب لان غانا اتعدت مع الكاميرون سفر سفر فأي نسبة أهداف ممكن تصعد غانا مركز أول وتخلي كاميرون مركز تاني إذا الكاميرون اتعدلت لو كاميرون اتعدلت وغانا كسبت نسبة الأداف ممكن تخلي غانا مركز أول وكاميرون مركز تاني ولو كاميرون مركز تاني هتلاعب نيجاريا في دور السلتاشر ما هي الغد الوقت المباريات بتاعها دور السلتاشر تحسن بكرة يعني التالت بتاعنا دوت اللي احنا هللعبه لغد دولت ما تحسنش في مجموعات تانية برضه كالتالت بتاعها ما تحسنش بالضبط فتحسن بكرة كلها في المباريات نيجيريا لو لعبت الكاميرون ومصر تنتظر الفائز منهم في دور التمانية شايف الموجهات دي ازاي كابتر مران او لو نيجيريا لعبت الكاميرون الكاميرون هيبقى في صوته اكبر واحنا نتمنى طبعا نيجيريا تكسب لان انا في رأي نيجيريا مش بنفس مستوى اضعف من الكاميرون او غانا حتى اه طبعا مش بنفس الكوبة بتاعت كاميرون او غانا في سكتنا المغرب اذا المغرب وصلت سيمي فانل وحنا وصلنا سيمي فانل انت طبعا لو وصلت سيم الفينال خلاص انت رايح في مرحلة لازم انت لما تيجي في دور الاربعة خلاص انت ما بتقولش انت هتلعب مين لان الطبيع ان انت تلعب اي حد اقوى فرقة و اقوى فرقة هي اللي هتروح دور الاربعة فبالتالي احنا مش هنقول مثلا هلعب كاميرون او هلعب مغرب المغرب طبعا انا في رواحة مبارات قوية جدا 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 ومبارات قيلة منبارات التقيلة الحقيقة في الكرة اه 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 ا مباراة قوية جدا وحتى نتيجتها ممكن ما تبقاش محسومة يعني بالنقول مثل توقع أو حاجة لكن انا بقولك اللي احنا تبعناه ان تيم المغرب تيم قوي جدا 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 مباراة المغرب والسنغالف لو لوعبوا واضح دور الثمانية شايفها تبقى لا طبعا ده تكسير عزام طبعا طبعا مباراة قوية بقولك مباراة قيلة تقيلة البطولة تبدأ من دور الثمانية هي تبدأ من دور الثمانية بالاسم اللي احنا قلناها دي كده عشان كده محمد احنا احنا بنتكلم على هل الاربعة عشرين منتخب بدورة اضافه ولا ما اضافوش انا في رأي انهم ما اضافوش لانك انت هتتفرج على كورة مستوها عالي جدا جدا في دور الثمانية وبالذات دور الثمانية طبعا تمام من خلال متابعتك للبطولة هل المنتخبات استفادت من القرات السابتة اه في حقيقة اغاندا تعاملت مع القرات السابتة بشكل كويس في مبارتين طبعا لان الكورة السابتة دي يعني انت لازم تشتغل عليها بشغل عليها بكسافة كمان وبشغل عليها وقت كواس اوي في وحدة تدريب بتاعتك يعني ده بتاخد جزء جزء كواس اوي في الاسبوع يعني لو بتحدد مثلا في وحدات التدريب بتاعتك الاسبوعية بيبقى لازم عندك وحددين تدريب كور سابتة اه بتركز عليهم على التركات اللي انت تعملها اشتغالها في الكورنر او في الفولات او اه الحاجات دي كلها مهمة جدا جدا. عامل المناخ يا كابتن رمضان. عامل مناخ الجو. بدأت تأثيره على البطولة في ظل ان في مباراة تلعب تساعة ونص ما كانتش بنفس القوة في مباراة تلعب تساعة ست ساعة كان اربعة ونص. سبعة تسعة. سبعة وعشرة. وعشرة. اه يعني في مباراة ساعة وفي مباراة عشرة. طبعا احنا احنا اه يمكن حظ البطولة ان الحياة توقيت الجو حر جدا. ما هو خلاص ده توقيت. اه يعني ما انا بقول لك يعني الجو حر جدا. بس انا في حاجة بس ان كل المنتخبات الافريقية الجو عندها كده. مم. يعني اغلب المنتخبات الافريقية الجو عندها بالشكل دوات. فبالتالي ممكن مش هتحس في فرق كبير يعني. بس البطولة الجاية لما تتلاقي في الكاميرو كدفورها تلاقي جو مخالف. اه. التويض ده في مصر او في شمال افريقيا حارب. اه طبعا. لما تنزل تحت خط الاستواء. اه. الضغط حارة بتقل كتير. بتقل بقى وانطار والجو بيختلف تماما. بتقل طبعا كتير. لكن انا بقول لك المباريات كل الالت لعبت الساعة عشرة. اعتقد الجو فك. الدنيا فكت. حتى الاداء ما بتقصرش يعني. اي نتائج المباريات في الاربعة ونص العصر كانت نسبة الاهداف اقل. بالزبط. عن الساعة سبعة وعن الساعة عشرة. لان كميات الجارية هتقل. اه. اه. يعني بس دي المجود في الجو الحر قوي ده هتقل. طيب معدل التهديف في الجولة الاولى كان سبعة وعشين هدف. مم. معدل التهديف في الجولة تاني كم ستاشر هدف. التالتة لسه. لان التالتة لسه المباريات لسه بتتلعب. مم. لكن المعدل نزل. ده تفسيره ايه? يعني. من سبعة عشرة لستاشر ده فرق اكتر من حوالي تسع اهداف. هو هو خلي بالك برضو يمكن انا زي ما قلت لك فيه منتخبات اللي هي الضعيفة او المنتخبات اللي هي مش قوية. بيقفروا الحقيقة وبيقفروا مساحات في مباراتهم بشكل قوي جدا جدا. التالي بتقلل الهديف للفرقة لفرقة المنافسة اللي هي المفروب بتنتشر عشان تحرز اهداف والحاجات دي كلها. فدي يمكن سبب. لكن انا في رأيي لما تيجي مثلا تلاقي مثلا منتخبات بقى في دور التمانية هتلاقي النسبة الاهداف تروح يعني مثلا مبارات مغرب ومصر. هتلاقي مغرب بيسجل مصر عتسجل. كل مبارات مفتوحة من دور التمانية ولا تبا مبارات صعبة ومبارات صعبة جدا. لكن في نفس الوقت كل فرقة عاوز تكسب. يعني ما فيش حد هيروح لدور التمانية ويقول لك مثلا هحافظ او ان انا لأ انت هتدافع اه كاتين كورة وكجماعية بشكل قوي جدا جدا انك في نفس الوقت وانت بتهاجم هتهاجم بشكل قوي عشان تكسب. طيب. في جزئية تانية متعلقة بيه. الحضور الجماهيري في البطولة. والتنظيم بشكل عام. معجب بشكل البطولة يا كابتن رمضان. معجب بالتنظيم. مواجب بحضور الجمهور. شكل الملاعب. ارضيات الملاعب. هي طبعا استادات وارضيات الملاعب. حاجة حيلة. ده احنا عدنا كوبة امريكا. اه. يعني في كوبة امريكا الاعلام هناك في البرازيل. اه. بينتقد الملاعب. بالزبط. لا احنا بصراحة كل المجموعات اللي تلاعب فيها المباريات. لا ملاعب على مستوى علي جدا جدا جدا. لكن بتكلم على الجمهور. لا جمهور بس فيه مشكلة ان ما بيحضرش كل المباريات. يعني الجمهور بيحضر مبارات المنتخب مصر. لكن الاستادات هي في اغلب المباريات ما بيبقاش مليان. ممكن نفس الاحساس زينا البطولة ايسا من دور التمانية. لاني حتى فيه مطشط لو لاحزناها. الجمهور شوق يعني عارف قيمة الكورة وعارف بيبقى متشوق للمباريات الكبيرة. لما لقى الجزائر بتلاقيه بالسنغال. طبعا. اكيد. اكيد. اكيد فيه جمهور هيجي من السنغال. وهتلاقي فيه جمهور هيجي من الجزائر. عشان يتابعه. الملعب السلامة ملا. اه طبعا. 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 المرات القوية كلها الملعب بيبقى الجمهور كويس. طبعا. بيبلغون دلوقتي الجزائر متقدمة على تنزانيا بهدفين مقابل لا شيء. اه طبعا. احنا الجزائر تيم كورة قوي. مغير تمانا في التشكيل. اه. ما اقول لك الجزائر تيم كورة قوي. بمدير فن قوي. فرقة تانية. يعني شهور. فترة مش كبيرة في موضوع التدريب. وكمان ده منتخب مش نادي. بالضبط. اني قدري يكون التجمعات قليلة مش كتيرة. التجمعات مش كبيرة. في ظل انت عندك مجموعة كبيرة جدا من لعيب المحترفين. مش حسنا تجيبون في اي وقت. وبعدين كمان في نقطة كتر رمضان. التلاتة اللي بلعبه في الناحية الهجومية. منشستر سيتي رياض محرز. اه طبعا. بغداد بنجاح في الدوري القطري. اه. يوسف البلالي الدوري تونسي. دوريات مختلفة عن بعضها. اه. كورة مختلفة عن بعضها. اوجدت بقى التجانس ده ازاي. واوجدت الربط ده ازاي. شغل مدير فني. شغل مدير فني. ده يعتبر انجاز عظيم جدا. انجاز كبير جدا جدا جدا. وانا زي قبل حتى ما نعرف النتيجة. لا منتخب الجزار. منتخب قوي جدا جدا. ويقدر يكمل الادوار النهية. تتوقع من طرفي الفاينال. ما انا مش عاوز اتوقع اه طرفي الفاينال الحقيقة عشان يعني يعني ممكن من دور التمانية ما تبني المنتخبات اكتر. اه تبني اكتر من من دور التمانية. اه. لكن انا طبعا مش بقى. ده تمانياتنا كلنا عايزين مصر طبعا. بنتمنى طبعا كلنا ان مصر تبقى في النهاء ان شاء الله بإذن الله. اه يمكن التوفيق اللي موجود معنا في خلال التلات مبارات اللي فيها تبقى موجود معنا في المبارات القادمة ان شاء الله بإذن الله زي كان دور ستاشت دور تمانية دول اربعة. ان شاء الله لغات ما نوصل النهائي. وطبعا احنا كلنا كمصريين بنتمنى كده. طيب. اهداف الجزائر. اسلام سليماني. وادم الناس. اه. ادم والناس. اه. اه. بتلاقي الراجل بيدفع بستة لعيبة. اه. ما لعبوش في المبارتين اللي فاتوا. اسلام سليماني ما لعبش في المبارتين اللي فاتوا. اه. وهو. وهو واصف في امكانيات لعيبته. واصف ان هم هيقدمه كرة ازاي. لا طبعا. يعنى انا كمعجب جدا جدا بجمال بالماضي الحقيقة. ممكن يكون هو الحصان الاسود في البطولة. طبعا. ولا له الغد دلوقتي والحصان الاسود. لغد دلوقتي والحصان الاسود. اه طبعا. طب ايه الحاجات اللي ممكنك بتمدون انت بتتفرج على البطولة تدونها كده في ورقة معك. ايه الحاجات اللي لحظتها في البطولة بشكل عام? يعني اه انا من ضمن الحاجات المهمة جدا الجامعية. اه. تيم الكورة المنظم. تيم الكورة اللي بيلعب كورة جامعية. اللي اللي بيدافع كمجموعات. اللي بيهاجم. وليه شكل. في جمل مكررة. كتير جدا. منتخب الجزائر. منتخب مغرب. منتخب مالي. في جمل كتير كتيرة جدا. مكررة مسلا في التلتي الهجومي. في النواحة الهجومية. وانت وانت بتدافع ازاي بتضغط. ده موجود في منتخبات الحقيقة. وموجود على مستوى عالي جدا. انا بقولك ان الجزائر مثلا اه 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 وصل لاربع ثواني. في استخلاص الكورة. اللي هم ببرشولونا كانوا مكسرين العالم كله. ان هم باستخلاصوا الكورة بسرعة جدا. بعد ما بفقدوها. لأ في منتخبات الحقيقة فيها تطوير بشكل كبير جدا. ممكن البعض يقولك انها محتاجين مدرب عنده خبرات افريقية. جمال بالماضي بعد معتزل ما اشتغلش في افريقيا. احنا احنا يعني مش مش لازم خبرات افريقية قد ما يكون هو اه عنده فكر. يعني جاي طبقه. ومصر. هقولك حاجة. عنده حاجة عايز يقولها. فيه فلسفة عايز يطبقها. انا هقولك حاجة. مدرب اه ودي ديجلة الموسم ده. اه تاكيس جنياس. اه. ده يعني ممكن ايه في الدور الاولاني كل مصر كبه تهجمه. وان يعينزل الفرق اويه وبتاع. هو عنده نازل اه عامل نظام لعب بيشتغل بيه. ومصر ان هو يطبقه. ومصر ان هو ينافزه. بيخسر. وعب منصب بيغلط. اللي هو الشكل اللي هو بناء الهجمة من التاح. وبيغلط. وغلط مسلا في حوالي تسع اه كور جوال. ورغم زلك مسر ان هو ينافز شغله. ده ده بيبقى حاجة كويسة جدا. وفي الاخر هو حاجة نجاح. طيب كلمة اخيرة كبتل رمضان. كلمة اخيرة انا بتمنى اه من لعبة منتخب مصر. يعني اه يحسوا ان احنا البطولة بتتلعب في ملعبنا. لازم الروح القتالية تبقى اعلى من كده. لازم الشراسة اه الدفاعية تبقى اقوى من كده. لازم الشراسة الهجومية تبقى اقوى من كده. لازم نلعب كمجموعة. ما نلعبش بفردية. آآ لازم نربط مع بعض الحقيقة. يعني انا انا بتمنى من اللعبة البعيدة عن المستوى في التلات مطشوات اللي اللي فاتوا دولات. ان نرجعوا لمستواهم. ويمكن يعملوا معنا يصنعوا معنا فارق الحقيقة. في المبارات القادمة ان شاء الله. وقبل كل ده الالتزام داخل المعسكر. طبعا. داخل المعسكر او خارج المعسكر. اللاعب والمدرب مدرب. طبعا. والاتحاد ده صاحب القرار. وده في النهاية الالتزام ده. هينعكس على الفريد داخل الملعب. وفي الاخر يجيب لك بطوله. اكيد. اكيد يا محمد. كابتل رمضان شرفتني ونورتني. شكرا. وسعيد جدا بكل اراك الفنية في هذه البطولة. واستفدنا بالتأكيد من خلال وجودك. شكرا جزيلا لك. شكرا محمد. شكرا جزيلا لك. باشكر كابتل رمضان السيد. نجم النادي الاهلي الاصبق والمزير الفني لصاحب العديد من الخبرات التدريبية مع الاندية. سواء في الممتاز او الممتاز بيب. بالتأكيد اطلالة فنية على البطولة الافريقية. البطولة الافريقية تبدأ جدا بدءا من دور السمانية. الدور ربع النهائي. لكن في مباريات تحددت. يعني اول مباريات دور الستاشر. المغرب وغينيا ان شاء الله يوم الجمعة الساعة ستة على استاد السلام. مصر تنتظر كينيا جنوب افريقيا. مباريات تونس مالي انجولا. لسا الامور ما تضحتش. لكن بكرة ان شاء الله بعد نهاية كل مباريات هتتضح المجموعات كلها هتبقى اتجاه زي لكن مصر. خلاص اصبحت في طريق المغرب حتى السيمي في مباريات اخرى تتضح خلال الفترة القادمة. باشكركم على حسن المتابعة والمشاهدة في هذه الفقرة الفنية عن بطولة كاسة الامر الافريقية. كان مصر 2019 لكن ما تروحوش بعيد بعد الفاصل كابتن خالد العوضي وفاقرة الابعاد الاخرى والنشاط الرياضي وامتابعة كل ما هو جديد داخل النادي الان.